بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعد كده بيقول ايه هي اهم مهارات المفروض تكون موجودة في قائد لتيم الاندرويد هيساعده يقدر يحدد هل انت عندك المهارات والخبرة الضرورية لانك تبقى قائد ناجح في الضرور ده استخدم اجابتك عشان تلقي الدوق على بعض اهم مهاراتك وتشرح ليه هي مهمة طيب كقائد لتيم الاندرويد باؤمن بالتواصل وحل المشاكل اهم مهارات المفروضة تبقى موجودة في الدور ده I think it is important for a lead android developer to be able ان هو يبقى قادر to communicate effectively ان هو يتواصل بشكل فعال مع بقية الديولبرز اللي هو مسؤول عنهم stakeholders and managers والمديرين بتوعه this allows them to understand the goals of a project and the fine solution ده هيسمح له ان هو يفهم اهداف المشروع اللي هو شغال عليه ويوجد حلول that meets those goals حلول تتماشى مع الاهداف اللي هو عاوز يحققها problem solving is also an essential skill حل المشاكل برضو مهارة ضرورية جدا because it allows me بتسمح لي to identify any issue ان انا اقدر اعرف اي مشكلة that arise بتظهر اسناء عملية التطوير and come up with solutions quickly وقدر اوصل لحلول بشكل سريع finally اخيرا problem identification تعريف المشكلة is key because هي المفتاح عشان it allows me بتسمح لي to anticipate potential issue before they become problems ان انا تفادى المشكلة قبل ما تصبح اصلا مشكلة how would you describe your experience working with android sdk ازاي اوصف لي خبرتك في التعامل مع ال android sdk this question السؤال ده can help the interviewer understand يفهم خبرتك في التعامل مع ال android sdk and how you feel about them وزاي بتشعر نحيته you can answer this question تدر تجاوب السؤال ده by describing a time when you worked نكتوصف او تشرح الوقت اللي انت اشتغلت فيه بال android sdk what it was and what you enjoyed about it وايه اللي انت استمتعت بي I have worked with several android sdk العديد من sdk throughout my career خلال فترة عملي android developer I find that each sdk has its own unique features that make it useful بتخليه مفيد for different projects لمشاريع مختلفة for example مثال I recently worked on a project مؤخرا اشتغلت على مشروع where we needed to create an app محتاجنا نعمل برنامج that could run on multiple devices محتاج يرن على اكتر من جهاز to do this we used the android sdk for android studio which allowed us to develop the app quickly and easily سهلت علينا ان احنا نقدر نثور البرنامج بسرعة وبسهولة what is your experience what is your experience with java and other programming language ايه خبرتك في java وبقية لغات البرمجة وطبعا هو هيسألك على kotlin لان هي برضو اللغة الاولى المستخدمة حاليا في ال android development هيساعده يقدر يفهم خبرتك في java وبقية لغات البرمجة your answer should include a list of language مجموعة من لغات البرمجة اللي انت استخدمتها في خلال الكارير بتاعك how you learned them ازاي تعلمتهم وايه التحديات اللي انت قابلتها وانت بتشتغل باللغات دي i have extensive experience with java and other programming languages وبقيت عندي خبرة في java وبقيت لغات البرمجة i have been working as اشتغلت ك android developer لمدة خمس سنين او ست سنين او سبع سنين حسب خبرتك طورت العديد من البرامج باستخدام الجافا والكوتلين وهكذا in addition to java i am also profession بارع في بقيت لغات البرمجة زي c++ python javascript يعني انت هتذكر اللغات اللي انت اشتغلت بيها سواء او framework اللي اشتغلت بيها flutter c++ c c sharp اللغات اللي انت استخدمتها في خلال رحلتك في تطوير البرامج provide an example ادي مثال of android application developed عن برنامج طورته and what made it successful وايه خلاه ناجح this question allows you السؤال ده بيسمحلك to show the interviewer انك تظهر ليه اللي بيعملك interview your experience خبرتك and how you helped an android application succeed وازاي بتساعد ان البرنامج ينجح you can answer this question باي تقدر تجاوب السؤال ده عن طريق انك توصف البرنامج وايه خلاه ناجح and what rule you played in its success وايه الدور اللي انت لعبته في انك تخلي البرنامج ده ينجح I recently developed an android application for a client عملت برنامج لعميل who needed a custom solution for their business محتاج حل customized للمشروع بتاعه او البزنس بتاعه اه 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 استخدمت الاندرويد استخدمت الاندرويد ستوديو اه اه كل واحد بقى هيشرح معيه if you have a portfolio or resume that shows your previous work لو بشرح اه اه انا بعمل ايه وليه بستخدم ال ان الاسامي تبقى واضحة ومعبرة عن الحاجة اللي بتعملها للمتغيرات و اه اللي انا بكتبها فبالتالي اي حد هيقدر يبص على الكود بتاعه هيفهم انا بعمل ايه what would you do اه ايه اللي انت هتعمله لو تعمل لك assign لمشروع that required you to use skill you didn't have دلوقتي انت طلب منك مشروع محتاج مهارات مش عندك الا هتعمله السؤال ده حلو this question can help the interviewer هيساعد ال interviewer اه ان هو يدترمن يحدد ازاي انت بتدير التحديات في شغلك your answer should show that you are willing to learn new things طبعا المجال بتاعنا دايما بيتطلب منك انك تتعلم حاجات جديدة و مش دايما بتشتغل بحاجات اللي انت عارفها الدنيا بتتطور كل يوم اسرع من اللي قبله وبتظهر حاجات جديدة و features حديثة كل يوم بشكل مهول فبالتالي احنا كل يوم ممكن نشتغل بحاجات مش عارفينها ولازم نتكيف على الموضوع ده الاجابة ممكن تبقى لو تعملي على مشروع بتطلب اه بتطلب مني مهارات مش موجودة عندي اول خطوة هبحث ايه المعرفة الضرورية اللي انا محتاجة اعرفها عشان اقدر ابني بها المشروع ده هتناقش مع التيم بتاعي عن اي سؤال او اسئلة عندهم او لما اشعر بالارتياح عن المعلومات هفضل امارس المهارة ده لحد ما بقى واصق عن قدرتي ان انا اكمل المهمة هنكمل بقية الاسئلة في الفيديو اللي جاي